متواصلنا كيد صباحا مع كل مشاهدين في حلنا وترحالنا في عدد من المناطق المتميزة والجميلة في هذه البلاد المتميزة والفريدة نشاهد هذا التقرير عن الهوسع إرث وتقاليد فريدة من نوعها قبيلة الهوسع من القبائل الإفريقية الواسعة لانتشار في الدول الإفريقية خاصة الدول في وسط الأفريقي بين الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي للقارة السمراء تميزت هذه القبيلة بإرث وتقاليد فريدة ضاربة في جزور الثقافات الإفريقية المتعددة عبر الحضارات التي سادت في قارة إفريقيا في السودان عرف الهوسع بالتسامح مع الأخرين فضلا عن المحافظة أفراد القبيلة على تقاليدهم الموروثة ففي المناسبات الدينية والرسمية عادة يحتفل الهوسع في مهرجان خاص لعرض إبداعاتهم في جانب الرقص وإبراز المهارات الفردية والجماعية وإظهار دوره مليا به الذي يحمل رسالة الإنسانية ودعوة للسلام الشباب هم دوما الشعلة التي تتقد لتضيئ للآخرين ما حولهم هكذا حال شباب الهوسع الذين تتعظم أدوارهم في تنظيم مثل هذه المناسبات الاجتماعية وفق حماس الجماعة ويكمن دورهم في إبراز هذه الألعاب وفق نسق المجموعة الذي يعتمد على القوة الجسمانية مع تشبعهم بعظمة الانتماء للوطن السودان أنواع من الرقص المتشابه في الحركة والمختلف في المضمون مع نمازج الإيقاع تضمن الشكر والمديح ووصف مكاريم القبيلة والسمات الفاضلة التي يتفرد بها الهوسع مع فواصل تجاوب معها الجمهور الذي حضر لمتابعة الاحتفال اشتركوا في القناة العادات والتغاليد الموروثة عند قبيلة الهوسع لم تتغير عن مضمونها ولم تتأثر بانتشار الهوسع في إفريقيا بل ظلت كأنشطة ثقافية موجودة تتداول عندهم في المناسبات السنوية الاعتماد على البيئة والطبيعة والتزود بماضي الأجداد وغرسه في نفوس الأجيال هي من أهم بيزات الهوسع التي جعلتهم من أكثر الغبائل في دارفور هدوءا في الحياة والمعيشة مهد العزيب الشروطة جنوب دارفور نيالة